اهلا بكم اين تقف تركيا في الميزان الروسي الامريكي الخاص بالقضية السورية وكيف تأرجحت وتتأرجح الكفتان خلال العام المنصرم وبداية العام الحالي في جولة هذا الاسبوع من الصحافة التركية نرصد هذه الحالة البداية من صحيفة قرار والكاتب غالب دلاي وعنوان مشهد السياسة الخارجية التركية مع بدء 2018 رأى دلاي ان السياسة الخارجية التي تبعتها انقرة وعلى نحو خاص فيما يتعلق بالتقارب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب والملف السوري شهدت تعرجا وتأرجحا كبيرين وان لغة الخطاب المتبع من قبل انقرة في السياسة الخارجية تغيرت خلال السنوات الاخيرة وقال الكاتب اذا استثنين قضيتين القدس والعراق فان السياسة الخارجية لتركيا بقيت رهينة ومحصورة بين الشمال السوري والشمال العراقي ولم تظهر انقرة وكأنها معادية لبي واي دي وبي كي كيف حسب وانما ظهرت وكأنها معادية للاكراد جميعا اليوم اضاف الكاتب من الصعب الحديث عن رؤية واضحة في السياسة الخارجية لتركيا ولسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان السياسة الداخلية والعوامل الامنية والاقتصاد يلعبون دورا كبيرا في تحديد هذه السياسة وفي صحيفة التقويم نقرأ مقالا للكاتب حسن بصري يالتشين بعنوان الانجازات المادية الملموسة لعام 2017 رأى يالتشين ان انقرة خلال عام 2017 حققت نتائج ملموسة في عدد من القضايا الحساسة لكونها طورت نظاما جديدا يتوافق مع المعايير الجديدة للنظام العالمي وقال الكاتب ان اهم الانجازات التي حققتها تركيا عملية درع الفرات اذ استطاعت انقرة التي تفاوضت مع روسيا ان تطهر حدودها مع سوريا من عناصر تنظيم داعش وكذلك اغلاق ممر بواي دي وبذلك تمكنت تركيا من ضرب ما يشكل التهديد الامني الاكبر بالنسبة اليها وبعملية ادلب تم تطويق عفرين والان بانتظار خطوات جديدة في هذا الصدد وختم الكاتب بالقول توجد هذه الخطوات على الارض باجتماعات استنا اما دينيز زيريك فكتب تحت عنوان الامال المعقودة على روسيا تخيب شيئا فشيئا وذلك في صحيفة حريات شدد الكاتب في مقاله على ضرورة اتباع التركيا مع الدول المعنية بالملف السوري سياسة حذرة قائمة على استراتيجية التعاون المشترك وان سياسة التأرجح ما بين روسيا تارة وامريكا تارة اخرى لن تعود بالنفع لانقرة ولفت الكاتب الى اهمية تحسين العلاقات مع روسيا وان ذلك سيعود بالنفع على موسكو وانقرة داعيا بلاده في الوقت نفسه الى عدم وضع كافة اوراقها بيد الروس وقال زيريك ان المخاطب الاول لروسيا فيما يتعلق بالشأن السوري هي الولايات المتحدة الامريكية التي تسيطر على وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري ونختم جولة الصحافة مع الكاتب نهاد علي ازجان في صحيفة ملييت وعنوان سوريا بين المقص الروسي الامريكي جاء في المقال ان روسيا بدأت بتكفيف جهودها في ادلب وانها تسعى لازالة الجماعات المتطرفة هناك واشراك المعارضة المعتدلة في المفاوضات وتصريح وزير الخارجية الروسي بوجود دعم خارجيا للجماعات المتطرفة داخل ادلب دليل على وجود بعض الخلافات خلف الكواليس وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار تابع الكاتب ان التلميح من حيث الموقع الجغرافي بالمساعدات الخارجية هو لتركيا وفي المقابل امريكا تحاول من جهة بعث رسائل الى روسيا عبر تصعيدها من حدة خطابها مع الاسد ومن جهة اخرى تحاول انشاء ادارة جديدة لحليفها بي كي كي وبي واي دي على 25% من مساحة سوريا وقبل ان نبدأ النقاش مع ضيفنا في الاستوديو الصحفي التركي ردوان كايا هذه جولة على ابرز المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولين وساسا اتراك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بك سيد ردوان معنا في هذه الجولة بالصحافة التركية سؤالي الاول في الاستعراض على المقالات خلال الاسبوع الماضي كان هناك مقارنة بين بعض الكتاب البعض قال بان السياسة الخارجية التركية حققت نتائج جيدة البعض رأيها بانها كانت متأرجحة ومترددة ولا تحمل صفة حتى يعني صفة التحقيق النتائج برأيك كيف كانت او كيف تقيم نتائج السياسة الخارجية التركية؟ تركيا في سياساتها التي اتبعتها لم تصل الى ما تريدها في بعض الجوانب وفي المقابل هناك بعض القضايا التي نجحت فيها فهناك قضايا تمكنت من خلالها التقرب الى الدول العربية والشعر العربية اين نجحت السياسة الخارجية التركية؟ واين فشلت؟ انا بشكل عام يمكن القول بشكل خاص فيما يسمى عندما نقيم في اطار الاربية العربي فنرى ان مواقف تركية فيما يخص الاربية العربي او السياسة التي تبعتها عادلة وصحيحة فعندما بدأ الاربية العربي في تونس فهذه المرحلة ما زالت قيد النقاش مصر كذلك دول الشرق الاوسط وسياسة العالم اختلفت فيما بعد منذ بداية الاربية العربي بعض الدول بعض الدول دعمت الشعوب فيما بعض الآخر عارضت على سبيل المثال السعودية عارضت المظاهرات في مصر ودوليس دعمت في سوريا تركيا منذ البداية دعمت التورة السورية ودعمت مطالب الشعب في وجه النظام اليوم هناك تغير في الموقف التركي هل تعتقد أن السياسة الخارجية التركية أخطأت منذ البداية في هذا الأمر وعادت الآن أم ترى العكس منذ البداية تركيا وضعت موقفاً صحيحاً وضعت موقفاً ضد الظلم وضد القتل وهذا الموقف الذي تبنته وهذا هو الموقف الصحيح ولكن فيما بعد وجدنا أن تركيا واجهت بعضاً من المشاكل سواء القوى الدولية أو قوى محلية حاولت الضغط على المظاهرات التي خرجت بها الشعب وحاولت أن توقف هذا التحرك وتراجعوا عن دعم الشعب التركي وبناء على هذا الأساس تركيا واجهت مصاعب فيما بعد في هذا الصدد ولذلك قامت بإجراء تغييرات أو ما يسمى بالتغييرات الطفيفة مع عدم التغيير الجزري وعند النظر من هذا المنظور نرى أن تركيا لم تغير من موقفها العام تجاه الربيع العربي ولم تغير موقفها من الشعب المصري والتونسي والسوري لكن تغيرت موقفها من النظام السوري اليوم الحديث يدور عن ربما عودة العلاقات ربما القبول بقاء بشار الأسد في ظل علاقات ممتازة مع روسيا هذه الرؤية الروسية للحل تركيا واجهت تناقضا في هذا الأمر يمكننا القول تناقضا تركيا منذ مرحلة أستانا تحالفت مع إيران وروسيا القاتلتين في سوريا وهذا بصراحة نحن حتى عرضنا هذا الموقف ولكن من جهة أخرى كما شاهدنا الأسبوع المنصرم السيد الرئيس إردوغان عاد ليصف الأسد بأنه إرهابي ويمارس إرهاب الدولة وأوضح أنه لا يمكن الوصول إلى حال سياسي في ظل وجود الأسد وعندما ننظر من هذا النظر نجد أن تركيا تعاني من الصعوبات ولذلك قد تتبع سياسات تصب المتنقل تركيا ربما اليوم لا تريد بشار الأسد لكنها مجبرة على القبول بالرؤية الروسية على اعتبار بأنها تتطابق مع روسيا الذهاب نحو روسيا أستاذ الرضوان والتكامل معها أحد الكتاب الرأي هنا في أحد المقالات قال نصح الحكومة التركية أن لا ترمي كل أوراقها بيد روسيا اليوم التركية كأنها أصبحت حليف قوي لروسيا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية هل ترى هذا الأمر صحيح أم يجب أن توازن في العلاقة بين الاثنين هنا يوجد الموضوع الآتي في الفترات الأخيرة ظهرت علاقات مترابطة وقوية وهذه يمكن وصفها بالخطيرة ونحن بدورنا ننتقد هذه السياسة التحالف القوي مع روسيا ولكن نرى أنه يجب رؤية ما يلي في هذا الصدد هناك مسافة واضحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ونحلل التقارب الروسي التركي لأسباب تعود للولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت بي واي دي لتقاربها من التنظيمات الإرهابية هذه الأمور هي التي دفعت تركيا إلى التقارب الروسي فنحن أمام حقيقة فيما يخص الملف السوري فيما يخص دعم المعارضة نجد أن الغرب لم يتبع سياسة واضحة فمنذ بدء السورة السورية الغرب أكد دعمه للشعب ومعارضة النظام ولكن فيما بعد تراجعت شيئا ما عن هذا الموقف اتخذوا موقفا معارضا للمعارضة ومالوا إلى النظام بشكل أكبر وموقفهم مالوا باتجاه النظام وهذا دفع تركيا بدورها إلى موقف أصعب ودفع بتركيا إلى التقارب إلى المخيمين الروسي والتركي هل يمكن القول في هذا الإطار بأن الولايات المتحدة تدعم بواي دي روسيا تدعم النظام وتركيا تنظر إلى الاثنين على أنهم عدوين وظالمين وإرهابيين هل ترى في النظام أقل عداوة هي قبلة التحالف مع روسيا وهي تعرف أنها تدعم الأسد ولم تقبل تحالف مع الولايات المتحدة وهي تدعم بواي دي بهذا المقياس يمكن القول بأن النظام أقل عداوة لتركيا من بواي دي مع عدم الإعلان أرى أن لدى تركيا ميول نوعا ما باتجاه هذا الصدد وأظن أن تركيا تواجه مشاكل في هذا الخصوص فتركيا في السنتين الأخيرتين المسألة الأهم بالنسبة إلى تركيا تنظيم الإرهابي وترى أن تنظيم بي كي كي إرهابي ليس فقط لخطير ليس بالنسبة إلى تركيا فقط أو الشعب التركي وإنما إلى الشعب السوري ولكن بالنسبة إلى الشعب السوري المشكلة الأهم هو القاتل الذي قتل الملايين وهجر الملايين فبالنسبة إلى السوريين النظام السوري نظام الأسد هو المشكلة الحقيقية ربما القول أيضا بأن التغير في السياسة الخارجية التركية التغير في المواقف عائد لمشاكل داخلية الانقلاب وأيضا الانتخابات وغيرها الأستاذ ردوان كاية الصحفي التركي شكرا جزيلا لك على هذا الحوار وعلى كل هذه المعلومات شكرا لك شكرا لك والآن عودة لزميلة ألا وفقرت معكم ألا ما هي قضية هذا الأسبوع في هذه الفقرة أعمار اخترنا لهذا الأسبوع أن نصلت الضوء على المشاكل التي تعترض السوريين بما يخص استئجار المنازل في تركيا يعني سواء كان من عدم تمكنهم من استرجاع التأمين وأيضا استغلال السماسر للمستأجرين السوريين في تركيا مشاهدين حلقتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل كيف يضمن السوريون حقوقهم في استئجار البيوت اشتركوا في القناة